معانا مقارنات برضو معانا مقارنات عايزين برضو نشوف المقارنات يعني لعبة الأهل والزمالك في المراكز برضو نشوف دكتور سابت زيزو زيزو أفشا زيزو بيرستاو زيزو أرقامه كويسة جدا زيزو بيرستاو نشوف أبرز الأرقام لزيزو هنا زيزو لعب 18 مشاركة بـ 1467 مسجل 11 هدف منهم 7 ضربات جزاء وعمل 6 أسست زيزو أكتر لعب في الدور صانع فرص وده الرقم اللي كنت بقول لحدك عليه اللي هو إيه مسته في العرضيات فعلى صانع 51 فرصة 51 فرصة دي كلهم عرضيات تقريبا يعني محاولات صحيحة 61 مراوغات نكحة 26 بيرستاو مسجل 5 أهداف صانع 7 فرص محاولات الصحيحة 12 المراوغات النكحة 14 في 15 مشاركة أنت لو كانت نسامي من صانع تفضل بيرستاو يلعب على الطرف ولا يلعب رأس حربة زيما شفناه مع مستر موسيماني إلعب على الطرف أنا عايز محمد شريف بكرة تواجده مهم جدا يعمل لك عمكه هجومي واستغل المساحات اللي في ظهر ينتفع الزمالك تواجده مهم قوي تواجد بيرستاو برضو بشوفه بيرستاو لعيب خبرة لعيب مهاري كان موجود في المباراة الأولى اللي انتهت بفوز الأهل خمسية كان موجود في المباراة الأولى بيرستاو بس ساعتها كان لسه في بدايته وكان الأول مباراة بيرستاو أعتقد لو لعب وينجا هيفري كتير يعني محمد شريف بيرستاو أفشا أحمد عبدالقادر الرباع ده طبعا مع تواجد حزين الشحات وطاهر أعتقد أن فيه قوة هجومية كبيرة للنادي الأهلي تديك شراسة هجومية كبيرة نشوف المقارنة التانية بين لعيب خط الوسط عمر السلية وإمام عشور عمر السلية لعب 11 مشاركة بـ 752 دقيقة أمام عشور لعب أكتر لعب 1344 19 مباراة 19 مشاركة جاء مسجل 3 أهداف و2 أسست مساهم في 5 أهداف السلية مساهم في 3 أهداف صناعة الفرص عند السلية على 14 فرصة مقابل 8 لإمام عشور المحاولات الصحيحة 5 هنا و6 التمريرات الصحيحة برد 334 للسلية و657 لإمام عشور دول اللعيب خط الوسط هنا وهنا في الأهلي والزمالك اللي عندهم الحرية الهجومية أكبر اللي بيسيطر في مطشات الكمة على وسط الملعب هو دايما اللي بيكسب المطش دايما متعودين على كده طول ما انت مسيطر في وسط الملعب تحديدا السلية السلية بيمر بفترة كويسة في الفترة الأخيرة هو شخصية كابتن المنتخب بعد محمد صلاح بيمر بشخصية كويسة جدا نتمنى إن شاء الله أن السلية يكون في حالته حفر كتير جدا عندنا مقارنات تانية في محمد شريف يعرضوا لنا برضو المهاجمين عمر السعيد ومحمد شريف ده بكرة رأس الحرب هنا ورأس الحرب هنا محمد شريف مسجل 5 أهداف في 15 مشاركة وعمل 2 أسست عمر السعيد في 18 مشاركة مسجل 6 أهداف وأسست صناعة الفرص 12 عند محمد شريف 11 عند عمر السعيد المحاولات الصحيحة 12 لمحمد شريف مقابل 18 لعمر السعيد عمر السعيد طبعا هنا شارك 18 مبراء أكتر من محمد شريف أحرص 6 أهداف هنا أحرص 5 أهداف بالمقارنة محمد شريف يعني أفضل بالنسبة لمشاركات محمد شريف في الأسست والصناعة والتحضير أكتر من عمر السعيد عمر السعيد تارجت أكتر هنا طبعا فتوح خارج المباراة مقرنا ما بين معلول معلول يعتبر أفضل لعاب الأهلي في الدوري رقميا معلول في لعب 12 مشاركة بس مساهم في 9 أهداف جاب 6 أهداف وعمل 3 أسست أكتر لعب صانع فرص في الأهلي أو تاني أكتر لعب صانع فرص بعد أفشة 22 فرصة المراغات الناجحة بتاعته 3 والمحاولات الصحيحة 6 من العناصر أو المفاتيح الهجومية المهمة لنادل أهلي طبعا علي معلول خاصة كمان أن هم بكرة نقطة ضعف الزمالك الجابها اليومنا لسه بنتكلم أن هم عندهم صغرة مهمة جدا أهم صغرة بكرة الجابها اليومنا طب النهاردة ممكن يدور في دماغ فريرة وأنت بتكلم بتقولي أن من أبرز القوة النهاردة لنادل أهلي علي معلول ممكن يشيل إمام عشر من وسط الملعب يحطه بكرة ويدخل إسلام جابر في نص الملعب يكون إسلام جابر وروقة وأوباما ممكن في حالة كمان أنه هو عشان يقفل ما هو أنت النهاردة بتكلم عارف أنه دي لو لعب بخمسة لو لعب بخمسة لو لعب بخمسة ليه لأنها هيحط إمام عشور وتلاتة مثلا زي ما قلنا محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغاني والوينش والبكرة أي إن كان محمد طارق عبدالله جمع أي حد ويته يبقى فيه تلاتة قدامهم أعتقد أنه ده ممكن يكون السيناريو الغرب لو حط إمام عشور بكرايت معنا المقارنة الأخيرة بين الأهلي والزمالك تفضل يا دوري الأهلي والزمالك في الدوري معدل تسجيل الأهداف ده بالإحصائية كل 90 دقيقة يعني في الماتش الواحد النادي الأهلي أقوى هجوميا بيسجل 2.2 من 10 هدف كل 90 دقيقة الزمالك 1.7 من 10 معدل استيبال الأهداف 7.10 للنادي الأهلي مقابل هدف لنادي الزمالك فأنت أقوى دفاعيا وأقوى هجوميا معدل الاستحواز بتاع النادي الأهلي 60% مقابل 59% لنادي الزمالك الشباك النظيفة 8 هنا وتمانية هنا بس إحنا لعبين مباراة أقل معدل المحاولات على المارمة 5.1 من 10 للنادي الأهلي مقابل 4.6 أنت أعلى صناعة الفرص برضو 28 21 إذن الإحصايات كتوتل كتوتل أنت على في الأرقام بس خلي بالك دي كلها إحصايات وأرقام كلها حاجات موجودة في التاريخ أنا أقول دايما مباراة الأهلي والزمالك هي 90 ديئة حالة اللعيبة حالة الجهاز الفني فوضع التشكيل الأساسية وأيضا يعني التغييرات أثناء المباراة أخيرا دكتور سابت أول مباراة لكابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان واحد من اللي بقى لهم فترة كبيرة اشتغل مع مدربين كتار في النادي الأهلي بقى له فترة كبيرة عارف كل خبايا الفرقة عارف كل إمكانيات اللعيبة رسالة منك برضو لكابتن سامي أمصان اللي احنا كلنا كجمير النادي الأهلي ومجلس إدارته عندنا ثقة كبيرة فيه كابتن سامي أمصان واحد من الكوادر الأهلوية اللي بقى لها فترة يمكن أن أم متابعتي الفرقة كمان عن كورب كابتن سامي ليه دور مهم جدا مع بيتسو موسيماني بيعمل دور محترم قوي حتى بيساعد في التغييرات بيساعد في حاجات كتير الرجل دليل سقط بيتسو موسيماني أنه ما كانش عايز مثلا مدرب مساعد أنه كان واسق قوي في كابتن سامي ومصان لأنه عارف أنه مدرب قوي جدا تكتكيا وجات له الفرصة بقى أنه خلاص بقى كسب مطشين وأخذ الفرصة والمطش اللي فات عمل أداء حاله فأعتقد أنه كل ده احنا كسبنا مدرب وعد قوي وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمه بكرة إن شاء الله ويكرم النادي الأهلي ونكسب بإذن الله إن شاء الله شرفتنا ونورتنا يا دكتور ومتعتنا الله يكرمك كابتن سامي شكرا بالتوفيق لنا دي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله